اولا يا بنتي مفيش حد بدون معصية سمعون يا بنات بنات جامعة وخرجات وسنوي كمان بص يا بنات مفيش حد ما بعملش معصية مفيش حد يعتريه الذنب بين الفينية والفينية ولكن العبرة في ايه توقع عملت مليون مر طوب المليون واحد المشكلة ان الشيطان بيخشلك من المدخل ده يقولك ايه فيش فايدة فيك ما انتش نافع كلام ما التوب بتعودي كلام مقول يا رب اخر مرة مش مشكلة اوى يا اسكي ودايما يبقى عندي يا رب يا رب يا رب انا يا رب الامر دوت كذا ويرقعيني يا رب روحي تقولك لما انت تبقي كذابة بقى يا كذابة بتكذبة على ربنا ده ما انت قلت وعملت فانت كذابة بقى تبطلي كاسب لا غلط هو انت لما بتبقي تايبة لربنا ورايحة بقلب مش من جواك دي اخر مرة يا رب والله مش عمل كده تاني يا رب عيني يا رب قولي واحد بيبقى بتوبقى وكستغفر وهعمل بقى هعمل تقلق سمعاش بعمل كده فالاستغفار ان انت تبقي ذاتك انت ذات نفسك من جواك يا رب انا صدق النية في الامر ده يعني طب جات وسوسة تاني وقعت توبي تاني قومي يلا تودي النبع السلام قال كده يتودق ويصلي رقعتين دون الفايد مش زي ويصلي رقعتين ويتودى ويصلي اغفر لي يا رب الراجل جه للنبع السلام بعد صلاة العشاء وقال له فعلت كبيرة كذب قال له احضرت معنا الصلاة الاخيرة عطلت معنا صلاة العشاء قال له ان الحسنات يزيبنا السعاد وما زقلوش هو جاي يقول له انا عمل كبيرة حضرت معنا الصلاة الاخيرة قال له نعم يا رسول اقال ان الحسنات يزيبنا السعاد بس خلاص توبي بينك لكن بشرط لا تجهر بيها ولا تحدس حد صاحبتك ولا اي مخلوق انا بقى خطيب جودة طيب اوي فانا لازم اقول له واقع له مين اللي اه ايه بقى تعمل الغلطة دي اللي ما ساكت بينك وما بن ربنا توبي بينك وما بن ربنا يزيبنا خطيبك ولا زيب ده مش وسيل دون ما تقوليش ولا تهتيك ستر الله عليك ابدا طلب استغفري وتوبي وان شاء الله ربنا يتم ستره عليك يا بنتي النقطة التانية ان انا اتبعها بعمل صالح استغفار زكر رقعتين بر والدين اه كراءة كرآن وهكذا اضع الله سبحانه وتعالى لكن نيق اسك الشيطان ابدا لايدي فرحته يوقع تصغرلك الزنب في البداية ما الناس كلها دعمتي ايه يعني ما الناس كلها بتعمل وبعد ما استغفر العبدي واع في الزنب يقول له ايه اه ابا انتش نفع كل ما تعملي والتوبي هتعودي فيه ما انتش نفع ولا تبتك نفع ولا حاجة من عندك نفعين اه فهي دي الكارسة بقى فيحصل ايه يحصل عندك ايه ما تستغفريش لا ده نستغفر واستغفر واستغفر هذا الله سبحانه وتعالى يجعلنا عنده من التوابين اللهم امين